تتجه الأنظار نحو الجهود الدبلوماسية التي قد تؤدي إلى وقف إطلاق النار وانطلاق عملية سياسية تقضي لإقامة الدولة الفلسطينية بما يضمن حقوق وتطلعات الشعب الفلسطيني يأتي ذلك فيما أعلن البيت الأبيض سعيه لهدنة ممتدة في قطاع غزة على أن تكون لفترة أطول من الهدنة التي تم التوصل إليها في نوفمبر الماضي كان ذلك بجهود مصرية قطرية أمريكية مع استمرار العدوان الإسرائيلية على قطاع غزة تتجه الأنظار نحو الجهود الدبلوماسية التي قد تؤدي إلى وقف إطلاق النار وانطلاق عملية سياسية تفضي لإقامة الدولة الفلسطينية بما يضمن حقوق وتطلعات الشعب الفلسطيني فيما يتعلق بجهود التهديئة أعلن البيت الأبيض سعيه لهدنة ممتدة في قطاع غزة على أن تكون لفترة أطول من الهدنة التي تم التوصل إليها في نوفمبر الماضي وكان ذلك بجهود مصرية قطرية أمريكية وسائل ألام أمريكية من بينها وولستريت جورنال نقلت على المسؤولين أمريكيين أن واشنطن تضغط لوقف إطلاق النار في غزة لفترة كافية توقف العدوان العسكرية لإسرائيل مشيرة إلى أن المفاوضين الأمريكيين يرون أنه سيكون من الصعب على إسرائيل استئناف الحرب بقواتها الحالية إذا ما تم التوصل لهدنة طويلة واستمرارا لنهجها المتعنت تجاه أي محاولات لوقف إطلاق النار في غزة تقف إسرائيل عقبة أمام الهدنة وهو ما أكده رئيس وزرائها بنيامين نيتنياهو الذي قال إن إسرائيل لديها خطوط حمراء من بينها أنها لن توقف الحرب ولن تسحب قوات الجيش من غزة ولن تفرج عن آلاف الأسرى الفلسطينيين في تفريغ متعمد لأي اتفاق بشأن الهدنة وفي تفاعل منه للضغوط الداخلية المطالبة بلإسرائي في التوصل إلى وقف لإطلاق النار لإعادة المحتجزين نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن نيتنياهو أنه أبلغ عائلات المحتجزين أنه يسعى لإقرار صفقة لا تضر بأمن إسرائيل وإن أدت لانهيار حكومته على صعيد الحل السياسي لمرحلة ما بعد الحرب وبعد تأكيدات من وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون أن بلاده ستبحث مع حلفائها مسألة الاعتراف بالدولة الفلسطينية بما في ذلك في الأمم المتحدة أشرت الخارجية الأمريكية إلى وجود عدة طرق للوصول لهدف إقامة دولة فلسطينية لافتة إلى أنها تبحث مجموعة من الخيارات في هذا الصدد